السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في قناة شيوات امولا كنتمنى على الفيديو تلقاكم في اتمصحة والعافية ان شاء الله الوصفة دينا اليوم ليو واحد العصير بالفواكه الجافة والتمر يعني صراحة عصير مفيد ومقوي وصحي في نفس الوقت والمقادر دياله احتى هي بسيطة يعني علش لا يمكن ان ندروا مرة مرة واحد الحاجة لتفيد الجسم دينا سنحتاجه في المقادر ان شاء الله من هنا 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 يطرو الحليب وعن هنا 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 جوج بنانات كبار انتم هلا 가كم البانان الصغري يمكن لم ياردون 3 البانانات انا كلrike��bits على الشكل دائري لا الشكل البي exhibits يمكن ان القاطع ببي exhibits. يوجد 5 دریهم ل oper boo وهو جوز الهند وعندي ثلاثة المعالق الكبارين يعني شوفان ما مطحون كيف ما كتشوفوا معي على هذا الشكل هذا كيكون صاين وغادي نحتاج من طبيحة الحال شوية ديال الزبيب يعني تقريبا جوج معالق كبارين وغادي نحتاج للطمر يعني انا هنا يدير سبعة ديال الطمرات يعني عندي دك تمر صغير كيف ما كتشوفوا انتم إلا عندكم التمر الكبير يمكنكم تديروا 4 أو 5 أو 7 مرات القياس اللي يبغيته لا يحتاج شي مشكل وهنا وان يقليش نحن نطلق سكر ثانيدة اخترت أنني نطلق العسل عندي جوج معالقة العسل اللي عنده العسل الحر طبيحة الحال يكون احسن الاحسل العسل الحانوت يعني العادي ما بده يدير العسل يمكنه يضع جوج معالقة سكر ثانيدة الذي لا بغاية الحلوام طبيحة يمكنه استغناء لها لان التمر يكون حلو، زبيب يكون حلو ولوف يحتويه بطبيحة الحل سوف نأخذ الخلاط الكعربائي ونضيف نصف القدر الحليب لا نضيفه كامل سوف نضيف غير شيئا سوف نأخذ البانان اللي قطعته على هذا الشكل سوف نضيفه على الحليب بشوية كما قلت لكم اخواني اخواتي هذا عصير ره صحي ومفيد جدا في جميع المكونات اللي هي صحيات صمار الزبيب القرقاع اللوز البانان ونزيد 5 درهم ديال اللوز يعني اللوز كيف ما قلت لكم ما فيهش الملحة سوف نزيد 5 درهم ديال القرقاع ونزيد من طبيعة الحال ذاك الشوفان اللي قلت لكم 3 دل معلقة كبارين ومن طبيعة الحال قد نزيد الزبيب اللي هوتها ونضيف طمر ديالي ومن بعد قد نزيد جوج معلقة كبارين لعسل كيف ما قلت لكم إلا كان عندكم العسل الحر سيكون أحسن لأنه صحي 100% انا ما عنديش يعني العسل الحور استعملت غير العسل ديال الحانوت اللي ما بغاش يدير العسل يدير جوج معلقة سكر ساندة اصلا هاد العصير كيكون حلو غير اللي كي عزيز عليه الحلوة يزيد سكر ساندة ولا العسل لانه اصلا كيكون حلو فيه التمر فيه زبيب فيه هنان كل شي كيكون حلو من بعد غاد ينطحنوا مكونات ديالي كلهم على هاد الشكل هذا ومن بعد ما نحس بالمكونات ديالي كامل نطحنوا اليه يعني دك اللوز يشدينه كيه شوية داالي قبل unicorn ثم قليت ضيف القياس الديا الحليب اللي خليت بان نضيفه الاجب وبعن نخلط مكونات ديالي كلهم يعني اضيفة الاجباء الطرف حليب ديال كانت داالي كلهم قليل وبعد ما حسيت بأن themes ضيفت داالا كيمياء ديال الحليب اللي خليت سوف نخلط ثلاث تخليطات خفافين أصلا المكونات سوف نخلطهم من الأول وهذا هو العاصر كما تشوفوا إخواني أخواتي بعد ما خلطوا أنا أخذت الكسن على هذا الشكل سوف أعطاني ستاد الكسن كبارين إذا أردتهم في الكسن تغارين سوف أعطيكم الكيمية كثيرة من طبيعة الحال والأفراد الأصالي التي تكون من طبيعة الحال قليلة يمكن أن تضعوا نصف طرود الحليب و تنقصوا من المقادر و تنقصوا من الزبيب من القرقاع من اللوز من التمر سوف نعمر الكسن يعني لا نعمر حتى الحد نرى القياس يأتي الكسن يأتي الملعقة من الجناب حتى يستطيع أن يكون نقصوا على سطح العمل و يكون سطح العمل و نعمر الكسن كما أخواتي كما أخواتي كما أردتكم و ينال الريدة و كما قلت لكم رأى الوصفة عصر صحي و مفيد و صحي يعني مزيع الجسم لنا لما نقدمه لولدة صغر سيكون أحسن من العصر و هذا هو العصر الذي قدمت لكم اليوم و الوصفة التي قدمت معكم اليوم كانت منها أنها تعجبكم و تنال الريدة ديالكم و كانت منكم أنكم تشتركوا في القناة ديالي و دمتم في رعاية الله و إلى فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر